بسم الله والحمد لله الآن نتكلم بصورة موجزة أيضا عن درس الاستثناء ما هو الاستثناء؟ الاستثناء هو إخراج ما بعد إلا من حكم ما قبل إلا تقول مثلا تناول الأطفال الغداء إلا إبراهيم تناول الأطفال الغداء إلا إبراهيم فأنت تلاحظ ما بعد إلا وهو إبراهيم مستثنى من تناول الغداء فالأطفال كلهم تناول الغداء إلا إبراهيم فإنه مستثنى والحكم إذن في هذه الجملة الذي يقع قبل إلا هو تناول الغداء الحكم هنا تناول الأطفال للغداء وقد تم استثناء إبراهيم من هذا الحكم إذن هذا القول يدعونا لأن نقول بأن أركان الاستثناء أربعة الحكم وهو دائما يأتي قبل إلا هنا إلا طيب يأتي قبل إلا تناول الأطفال الغداء الحكم تناول الغداء المستثنى منه الأطفال وأنتم تلاحظون الأطفال أيضا جاء قبل إلا المستثنى يأتي قبل إلا المستثنى منه يأتي قبل إلا وعندنا إلا وهي أداة استثناء وهو حرف لا محله من الإعراب وعندنا المستثنى وهو إبراهيم يأتي بعد إلا فإذا هذه هي أركان الاستثناء وهي أربعة الحكم وهو يأتي قبل إلا المستثنى منه أيضا يأتي قبل إلا أداة الاستثناء والمستثنى يأتي بعد إلا كما في المثال الذي تقدم وهو إبراهيم أنواع الاستثناء ثلاثة عندنا الاستثناء يأتي على ثلاثة أنواع الأول الاستثناء المتصل ما هو الاستثناء المتصل؟ أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه نحو جاء الطلاب إلا طالبا قلنا إن المستثنى دائما يأتي بعد إلا إلا طالبا هو المستثنى فتلاحظ بأن هذا المثال جاء الطلاب إلا طالبا فطالبا هو من جنس المستثنى منه وهو الطلاب الطلاب مستثنى منه وطالبا هو من جنسه إذن هو منه فهذا يسمى استثناء متصل فإذا كان ما بعد إلا من جنس ما قبل إلا فهو استثناء متصل العكس صحيح الاستثناء المنقطع أن يكون المستثناء من غير جنس المستثنى منه تلاحظ في المثال احترق البيت إلا الكتب فالكتب هو مستثنى والبيت مستثنى منه فهل الكتب من جنس البيت أبدا إذن هو منفصل عنه ومنقطع عنه فإذا كان ما بعد إلا هو من غير جنس ما قبل إلا فالكتب من غير جنس البيت يسمى هذا الاستثناء منقطع الآن عندنا الاستثناء المفرغ ما هو الاستثناء المفرغ أن يكون المستثنى منه محزوفا نحو ما جاء إلا طالب ما جاء إلا طالب وتقدير الكلام أن نقول ما جاء الطلاب إلا طالبا فأنت تلاحظ معي بأن الطلاب وهو المستثنى منه قد حزف قد حزف فإذا كان المستثناء منه محزوفا سمي هذا الاستثناء استثناء مفرغا فإذا عندنا الاستثناء المتصل الاستثناء المنقطع الاستثناء المفرغ الاستثناء المتصل أن يكون ما بعد إلا من جنس ما قبل إلا الاستثناء المنقطع أن يكون ما بعد إلا من غير جنس ما قبل إلا الاستثناء المفرغ أن يكون المستثنى منه محزوفا في الكلام